يأتي هذا في الوقت الذي تواصله فيه قوات الاحتلال الاسرائيلي منع دخول عدد كافة من شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطع غزة وسمحت قوات الاحتلال لعدد ضئيل من الشاحنات بالدخول إلى القطع ذلك بما لا يلبي الاحتجاجات الإنسانية المتزايدة للمدنيين في قطع غزة المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري شاهدين الكرامة بعد التحية لازالت الإجراءات التعسفية والتعنت الكبير من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي تقف عائقا أمام دخول المساعدات الغذائية والدوائية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطع غزة اليوم لحظنا دخول عدد ضئيل جدا من الشاحنات التي سمحت لها قوات الاحتلال الاسرائيلي بتفريق حمولاتها وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري نتحدث عن 24 شاحنة من المساعدات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وطبية هذا بالإضافة إلى عدد حوالي 11 شاحنة من الشاحنات التي تحمل محروقات منها 4 للغاز و7 للسولار وهذا عدد ضئيل جدا لا يتناسب أبدا مع الاحتياجات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق كنا أمس قوات الاحتلال الاسرائيلي منعت بشكل كبير بدخول المساعدات الغذائية والإنسانية ولم تسمح لأي شاحنة من الشاحنات التي تحمل هذه المواد بدخول إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وسمحت فقط لأربع شاحنات من الشاحنات التي تحمل غاز وهي أربع شاحنات من الغاز إلى الأشقاء الفلسطينيين وبالفعل هذه الشاحنات قامت بتفريق حمولاتها وعدت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية ميدانيا اليوم نشهد سماع دوي انفجارات كبيرة قادمة من الناحية الغربية والناحية الشمالية من الجانب الآخر من معبر رفح حيث سمعنا بوضوح بعض الانفجارات الكبيرة التي ربما تم من خلالها قصف لعدد من المربعات السكنية في حي تل السلطان وهو الحي القريب جدا من معبر رفح من الجانب المصري هذه دوي الانفجارات وهذه الأصوات نسمعها دائما ولا تهدأ على مدار اليوم ويبدو أن هناك دوي انفجارات كبيرة أو اشتباكات كبيرة بين فصائل الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا هو المشهد إلى الآن من معبر رفح البري وأعود إليكم مرة أخرى في الستوديو